السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا مراجعة لبوز QC iPods اسمعني زي هذه ملكة العزل مقارنة بأي سماعة من بيئة ثروائلس انا يعني خلي خليت تفاصل عجب ودي اتكلم عنها بشكل مفصل لاحقا ان شاء الله الآن متوفرة من قبل وكيل رسمي شركة بوز في السعودية طبعا في هذا مو علام مسوين تخبيضات رهيبة على عدد منتجات بوز انصح انك تشيك عليها عندهم مسارح لمنتجات اخرى غير بوز برضو متوفرة والساون بار يعني شيك على الرابط موجود في خاص وصف خذلك فره يمكن شيء تعجبك لكن الوكيل رسمي لشركة بوز هي الدولية متوفر منها لونين هذا هم اللونين تشوف اللون المناسب لك الصراحة تشوفها الوان رائقة وما في منبالغة في الوان الشاطحة الصندوق المحتوية رح تلقى الحافظة واللي بداخلها السماعات طبعا فيه كتيبات سلك اليو سبي تاب سي ووسائد الاذن مع الوينغز الخاصة فيها توضيح توضيح وتنبيه الآن اي سماعة في الحياة جرب وسائد الاذن قبل ما تتمدها بشكل رسمي انها تلعب دور جدا مهم في مسألة الراحة وفي مسألة العزل حتى لو كان فيها تقنية العزل للضجيج مثل هذه السماعة نصيحة لوجه الله بما يخص بالميزات اول حاصل معين الIPX Phone تدعم تقنية بلتوت 5.1 تدعم كودات الاس بي سي الاس بي سي لكن الابتكس والابتكس اتش دي هذه غير موجودة تقدر تربط ما بين جهازين بالطريقة التقليدية طبعا يعني تخلص من جهاز الاول تروح للجهاز الثاني وهكذا هذا يتم الربط فيها طبعا فيها 11 مستوى من ناحية العزل فيها خاصية الترانسبيرنسي بموجودة وأيضا تعطيك السماعان 6 ساعات الحافظة تعطيك شحنتين إضافية وفيها خاصية الشحن السريع في 15 دقيقة تعطيك ساعتين وفيها خاصية الشحن اللاسلكي يعني كل التقنية الخاصة بالشحن موجودة مع هذه الحافظة وبقولها من الآن برضو أن الحافظة صراحة كبيرة الحجم مقارنة بأي حافظة أخرى طبعا فيها مايكامت وتدعم اللمت وفيها التطبيق طبعا التطبيق أشوفه من النشاة نظري مهم جدا في مثالات التحديثات والتحكم بمستوى العزل التحكم بمستوى الصوت القيم بعدم العددات مثلا تشغيل وإيقاف تلقائي إذا حبيب أن تسمع نفسك وانت تتكلم عشان ما ترفع صوتك في مكان يعني مفتوح أو مكان عام فيها ثلاث مستويات مسجلة مسبقا في مسألة العزل يعني تبعها عالي وسط أو معدوم يلي هو ترانسبيرنسي فهذه هي فيما خاص بالتطبيق فالتطبيق أشوفه جدا مهم فأنصح لك تجربة وتستخدمها هذه الحافظة كبيرة الحجم ممتاز 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 مسألة الإغلاق والفتح من خلال الزر صراحة رائقة لمبات LED طبعا عندك قواعد مارتيس والزر البلوتوت بإنارة LED الجديد بالذكر هذه السماعات السماعات مريحة وثابتة بشكل ممتاز يعني أنا عندي نسخة بالسبورت رح يكون لها فيديو مستقل إن شاء الله لكن هذه السماعات صراحة تجربتها وخذتها كذا مرة للنادي وهي بالفعل ثابتة بسبب حجمها كبير ممكن تقول أنها ضايقية صدقني وأنا مسؤول عن كلامي هذه أمام الله صدقني مريحة فلما تروح فاحتجرب أخذها كذا تحسنها بالفعل 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 مريحة وما تضغط على أذنك بل تقدم مستوى عزر كويس حتى بسبب وسائد الإذن الصحيحة على الرغم أن فيها تقنية العزر طيب السلطان نجي لفقرة الأسلة فضل السلطان فيها خاصية التشغيل والإيقاف التلقائي نعم أقدر استخدمها كالسماع واحدة؟ نعم ولكن فقط السماع اليمين واضح الكلام؟ طيب السلطان وأنا قاعد أكلم المايكات كلها تشتغل على كلا السماعتين ولا بس سماعة واحدة؟ لا كلها تشتغل على كلا السماعتين ما عندك أي مشاكل طيب حلو ممتاز السلطان فيه مسألة الفيديو فيه تأخير ما تأخير؟ لا جربتها على الأيوس الأندرويد نتفليكس يوتيوب ما عندي أي مشاكل ما فيه تأخير النهائيا في مسألة الجايمينج هي ليست مخصرة لمسأة الجايمينج واضح؟ خاصة إذا كانت يعني تقصد ألعاب تصوية منظور الأول فيه تأخير فيها فمهم مخصصة لها فمن الظلم أنك تأخذ هذه السماعة وانت بغاها الجايمي ما أدري ليش طيب السلطان فيه مسألة العزل العزل فيها خرافي أخوة يعني والله والله خرافي شو خرافي؟ مسألة العزل الصراحة مجنونة مجنونة الترانسفيرنسي اللي تسمع اللي حواليك وانت لابس السماعة أيضا ممتازة في مثلا جودة المكالمات الصراحة أيضا كانت ممتازة من ناحية صفاوة الصوت الشخص كان يسمعني ما حس أن الصوت يريد روبوت من هذا الأمور أو كان فيها تردد عالي مرة لا أبدا مايكات كانت تعمل بالشكل مطلوب فما عندي أي ملاحظة فيها بالنسبة لجودة الصوتيات طيب هذه لمسة من لمسات المعتادة من شركة بوز في مثالة الصوتيات البيس فيها عميق لكنه مهم مبالغ مقارنتهم بعدم المنافسين جودة الصوت فيها نظيفة يعني الهي موجود تلقى المد أصوات بشرية واضحة وحتام الساونستيج تلقى حاضر فيها موجود الصوت فيها عالي ففي توازن رهيب في مثالة الصوت ما فيه مبالغة في مثالة البيس وهذا بالنسبة لي أفضلها بدرجة جدا جدا كبيرة فممكن الناس تفضل البيس العميق ومدر إيش من هذه الأمور فهذه السماعة مهيب لك مهيب لك يعني بعض الحيان البيس إذا كان جدا تلقاه يدمر مثلا المد لصوات البشرية فأنا هذا الشيء ما أفضل للصراحة أفغى يكون فيه بيس لكن ما يكون فيه مبالغة الناس تفضل هذا الشيء ما أدري ليش بس أوك لكن كجودة صوتية صراحة فيها ممتازة يعني خرافية صراحة بالنسبة لي أشوفها جدا جدا ممتازة كل شيء فيها ممتاز بس شوف النقاط هذه وشوف هل هي مناسبة لك أو لا الشيء اللي برضو ودي أزيد أو أقول أنه تقنيات اللمس موجودة عندك يعني بمكانك لكنها محدودة تماما فيها كل الخطائس التي تبغيها لكن تقريبا خاصيتين وهي العودة إلى الأغنية السابقة وأيضا التحكم مستوى الصوت هذا الشيء غير موجود على ذلك كل شيء أنت تبغى موجود بما فيها التحكم بمستوى العزل من نفس السماعة هذا خيار ممتاز وتعمل بشكل مطلوب ما عندي أي لحظات فيها تعمل بشكل مطلوب فهذه مراجعتي لبوتس QC2 وائلس الرقم واحد في مسألة العزل وتحدى أي واحد يقول لا الرقم واحد يلا نشوفكم أخير إن شاء الله مع السلامة